بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا اختبار الفصل الأول في مادة أرياضية للسنة الرابعة ابتدائي ولدينا التمرين الأول إليك العدد التالي مئتان وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وثمانية واربعون مطلوب مني أولا أكتب هذا العدد بالحروف إذن سنقوم بكتابة هذا العدد أولا أنا نتعلم هنا قراءة العدد لاحظوا معي نبدأ من اليمين إلى اليسار نقوم أولا بتقسيم العدد هنا أو نحدد منزلة الوحادات البسيطة أو منزلة الآلاف نبدأ واحد اثنان ثلاثة وحدات عشرات مئات هنا لدينا منزلة الوحادات البسيطة نكمل لدينا هنا وحدات الآلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف أقول منزلة الآلاف إذن هنا آلاف نقول مئتان وثلاثة وستون ألف وخمسمائة وثمانية واربعون إذن ونكتب العدد هكذا نقوم بكتابة العدد بالحروف لدينا ثانيا ما هي مرتبة الرقم الستة في هذا العدد أين هو الستة؟ ستة هنا إذن نبدأ من اليمين لدينا وحدات عشرات مئات وحدات الآلاف عشرات الآلاف إذن هنا يمكن لتلميذ الاستعانة أيضا بجدول المناسل إذن هنا قلنا منزلة الوحادات البسيطة هنا منزلة الآلاف يعني منزلة الآلاف عندي وحدات الآلاف عشرات الآلاف إذن هنا رقم الستة يمثل هنا مرتبة عشرات الآلاف ولدينا الآن ثالثا ما هو عدد عشرات الآلاف في هذا العدد؟ إذن ماذا سيفعل التلميذ هنا؟ يمكن لتلميذ الاستعانة بجدول المنازل يقوم التلميذ بكتابة العدد في جدول المنازل أو مباشرة يبدأ من اليمين إلى اليسار لدينا رقم الوحدات رقم العشرات قال لنا عشرات الآلاف رقم المئات قلنا وحدات الآلاف لدينا عشرات الآلاف وهو رقم الستة عدد عشرات الآلاف أأخذ ستة والأرقام التي بعده هكذا نأخذ ستة رقم عشرات الآلاف والأرقام التي بعده إذن هنا لدينا رقم عدد عشرات الآلاف وهو ستة وعشرون مطلوب مني بعد ذلك أحصره بين مئتين متتاليتين ثم فككه تفكيكا نموذجيا هذا العدد نقوم بحصر بين مئتين إذن ماذا سنفعل؟ لدينا وحدات عشرة مئات إذن هنا ماذا سنفعل؟ لدينا في الطرف الأول وفي الطرف الثاني رقم خمسة والأرقام التي بعده نقوم بكتابتها كما هي هكذا رقم العشرات والوحدات نكتب سفر سفر هنا ماذا سنفعل؟ لاحظوا معي هذا العدد أضيف له مئة هكذا نضيف مئة بحيث يكون ترتيب الأرقام كما هو الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات هذا العدد زائد مئة كم يساوي؟ ويساوي كمية أبطال؟ مئتان وثلاثة وستون ألف وستمائة قمنا بتفكيك أو بحصر العدد بين مئتين متزاليتين الآن مطلوب مني تفكيك العدد تفكيكا نموذجيا لاحظوا معي هنا لدينا وحدات عشرات مئات ثم لدينا وحدات الآلاف عشرات الآلاف ولدينا مئات الآلاف إذن هنا إثنان قيمة إثنان قلنا مئات الآلاف يعني هنا نكتب إثنان في مئة ألف هكذا زائد ماذا؟ زائد ستة ستة في ماذا؟ لدينا عشرات الآلاف زائد ستة في هكذا عشرة آلاف جيد لدينا ثلاثة ثلاثة وحدات الآلاف نكتب زائد ثلاثة في ألف ثم زائد ماذا؟ لاحظوا معي زائد نكمل هنا خمسة خمسة مئات يعني زائد خمسة في مئة ثم بعد ذلك أربعة أربعة في ماذا؟ هنا أربعة عشرات يعني زائد أربعة في عشرة لدينا ثمانية وحدات نقول ثمانية في واحد ثمانية زائد ثمانية ويكون حل التمرين الأول هكذا إذن أولا كتابة العدد بالحروف ثانيا تحديد مرتبة الرقم الستة ثم بعد ذلك عدد عشرات الآلاف قمنا بحصر العدد بين مئتين متتاليتين ثم لدينا تفكيك العدد تفكيكا نموذجيا نشوفوا الآن التمرين الثاني ولدينا أكتب مضاعفات اثنان المحصورة بين لدينا العدد الأول وهو ماذا يا أبطال؟ مئة وتسعة وخمسون لدينا العدد الثاني مئة وواحد وثمانة قال لنا مضاعفات اثنان مضاعفات اثنان هنا هي أعداد زوجية يعني رقم الوحدات كون سفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية أعداد زوجية نبدأ الآن المحصورة بين العدد الأول والعدد الثاني ماذا سنفعل؟ ننظر إلى العدد الأول أولا هل مئة وتسعة وخمسون من مضاعفات اثنان؟ لا لماذا؟ لأن هذا العدد عدد فردي نشوفوا هنا الرقم تسعة هنا تسعة هل موجود هنا؟ لا إذن ماذا سنفعل؟ نبدأ بالعدد أكمل العدد إلى أن أجد عدد من مضاعفات اثنان لدينا بعد مئة وتسعة وخمسون ماذا لدينا؟ لدينا مئة وستون مئة وستون هل هو من مضاعفات اثنان؟ نعم لأن لدينا العدد زوجي إذن في كل مرة هنا وجدنا المضاعف الأول في كل مرة أضيف اثنان مئة وستون مئة واثنان وستون مئة واربعة وستون مئة وستة وستون نواصل بنفس الطريقة إذن في كل مرة أضيف اثنان لاحظوا معي هنا أول مضاعف وهو مئة وستون قال لنا لدينا بين العدد الأول مئة وتسعة وخمسون هل أقوم بكتابة هذا العدد؟ لا لدينا العدد الثاني مئة وواحد وثمانون يعني نتوقف هنا نتوقف عند هذا العدد لكن هل أقوم بكتابة هذا العدد؟ لا إذن وأيضا هل هذا العدد من مضاعفات اثنان؟ أيضا لا لأن هذا العدد عدد فردي مئة وواحد وثمانون إذن لدينا مضاعفات اثنان نعم المحصورة بين لدينا العدد الأول مئة وتسعة وخمسون ولدينا العدد الثاني مئة وواحد وثمانون بعد ذلك لدينا أكتب مضاعفات خمسة المحصورة بين لدينا مئة وتسعين ومئتان وخمسة وخمسين إذن هنا ماذا سنفعل؟ لاحظوا معي أبطال لدينا أولا مئة وتسعون العدد هكذا المحصورة بين العدد الأول والعدد الثاني مئتان وخمسة وخمسون يعني رح نكتب الأعداد اللي موجودة هنا ماذا سنفعل؟ قلنا مضاعفات خمسة هي أعداد رقم وحداتها سفر أو خمسة إذن مئة وتسعون هل هو من مضاعفات خمسة؟ نعم لأن لدينا رقم الوحدات سفر جيد إذن هنا مئة وتسعون في كل مرة أضيف خمسة إلى أن أصل إلى هذا العدد نقول مئة وتسعون مئة وخمسة وتسعون مئتان مئتان وخمسة مئتان وعشرة مئتان وخمسة عشر مئتان وعشرون نكمل كتابة الأعداد هكذا بحيث في كل مرة أضيف خمسة إذن لاحظوا معي هنا يا أبطال لدينا مئتان وخمسون بعد مئتان وخمسون لدينا مئتان وخمسة وخمسون قال لنا الأعداد المحصورة لدينا العدد الأول والعدد الثاني يعني لا أقوم بكتابة هذا العدد إذن لدينا مضاعفات خمسة وهي أعداد رقم وحداتها خمسة أو سفر ما معنى مضاعفات خمسة؟ يعني لدينا عدد في خمسة يساوي مثلا مئتان واربعون هذا 240 نقول من مضاعفات 5 إذن هذا فيما يخص التمرين الثاني ولدينا الآن التمرين الثالث رتب الكتل التالية صاعديا مستعملا الأرقام من 1 إلى 5 إذن هنا سنقوم بترتيب الكتل ماذا سنفعل أولا لاحظوا معي الوحدات هنا لدينا غرام لدينا ميلي غرام ديسي غرام سانتي غرام هيكتو غرام إذن ديسي غرام هل أقوم بترتيب مباشرة لا قبل لازم تكون عندي كامل نفس الوحدة الوحدة اللي نختارها هنا وهي دائما من الأفضل الوحدة الأصغر يعني هنا في حالة التحويل نقوم بتحويل جميع الكتل إلى الوحدة الأصغر الوحدة الأصغر واش هي في جدول قياس الكتل لدينا وهي الميلي غرام إذن نقوم بتحويل جميع الكتل إلى الميلي غرام لدينا أولا ثلاثة غرام وأربعون ميلي غرام تحويل هنا نكتب ثلاثة غرام هكذا لدينا أربعون ميلي غرام نكتب أربعون هكذا عفوا نكتب أربعون هكذا ثم هنا ثلاثة غرام نحولها للميلي غرام هكذا لدينا ثلاثة آلاف ثلاثة غرام وهي ثلاثة آلاف ميلي غرام أربعون ميلي غرام تبقى كما هي نجمع قلنا و يعني زائد ثلاثة آلاف زائد أربعون وهي ثلاثة آلاف وأربعون ميلي غرام لدينا خمسة وعشرون ديسي غرام التحويل للميلي غرام نكتب خمسة وعشرون هكذا خمسة عفوا نكتب نكتب خمسة وعشرون هكذا خمسة وعشرون ديسي غرام التحويل للميلي غرام وضيف صفر واحد اثنان يعني لدينا ألفان وخمسمائة بنفس الطريقة لدينا تسعة سنتي غرام نحولوها أيضا للميلي غرام تسعة سنتي غرام تساوي تسعون لدينا ثلاثة آلاف ميلي غرام تبقى كما هي هكذا نكتب لدينا أربعة هيكتو غرام قلنا نحولوها للميلي غرام نجد أربعمائة ألف خمسة ديسي غرام نجد خمسمائة أربعمائة زائد أربعمائة ألف زائد خمسمائة إذن نجد كمية أبطال نجد أربعمائة أربعمائة ألف وخمسمائة ميلي أخرى نقوم بالترتيب تصاعديا إذن هنا نشوف عندي ثلاثة آلاف وأربعون ألف وخمسمائة تسعون لدينا ثلاثة آلاف أربعمائة ألف وخمسمائة العدد الأصغر ما هو وهو تسعون إذن يعني تسعة سنتيغرام وهي الأصغر بعد تسعون ماذا لدينا؟ لدينا ألفان ومئتان وخمسون ثم لدينا ثلاثة آلاف ثم لدينا ثلاثة آلاف وأربعمائة بعد ذلك لدينا أربعمائة ألف وخمسمائة ميلي أخران إذن يكون الترتيب هكذا ولدينا الآن التمرين الرابع الجدول التالي يمثل درجات الحرارة المسجلة خلال خمسة أيام لدينا الأيام السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة مطلوب مني مثل بيانياً درجات الحرارة المسجلة خلال الخمسة أيام الماضية إذن ماذا سنفعل يا أبطال؟ نلاحظ هنا التمثيل البياني لدينا أولاً المحور العمودي هكذا يمثل درجة الحرارة لدينا المحور الأفقي يمثل الأيام مثلاً لدينا يوم السبت لدينا ثمانية عشر إذن بالمسطرة أين هو يوم السبت؟ نضع هكذا يوم السبت نقوم برسم مستقيم هكذا لدينا ثمانية عشر نبحث عن ثمانية عشر العدد ثمانية عشر ثمانية عشر هكذا نرسم مستقيم هكذا المستقيم العمودي مع المستقيم الأفقي يتقاطع في نقطة نقوم بتعيين النقطة هنا يوم الأحد لدينا اثناني وعشرون إذن يوم الأحد نضع المسطرة هكذا ونرسم مستقيم لدينا اثناني وعشرون اثناني وعشرون هكذا نرسم مستقيم هكذا نقوم بتعيين النقطة هنا لدينا يوم الاثنين تسعة عشر أين هو يوم الاثنين هكذا نضع المسطرة هكذا جيدا ونرسم مستقيم هكذا نبحث عن تسعة عشر لدينا ثمانية عشر عشرون يعني تسعة عشر هنا إذن نرسم نضع المسطرة ونرسم خط هكذا نقوم بتعيين النقطة الثالثة ثم لدينا يوم الثلاثاء نقوم بتعيين النقطة الرابعة هنا يوم الاربعة لدينا اربعة وعشرون نقوم بتعيين النقطة هنا ثم ماذا سنفعل بالمسطرة نقوم بالتوصيل بين النقاط هكذا إذن هكذا نقوم بالتمثيل إذن تمثيل درجات الحرارة هنا لدينا تمثيلا بيانيا إذن هذا فيما يخص التمرين الرابع نشوفه الآن مع بعض التمرين الخامس إذن لدينا الآن الجزء الخاص بالوطعية الإدماجية في العطلة قامت الأسرة بجولة لمدة أسبوع فصرف الأب تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون دينار جزائري على التنقل وستة عشر ألف أربعمائة دينار جزائري على المبيت وسبعة وعشرون ألف وخمسمائة وعشرون دينار جزائري على الأكل والشرب واسترى مجموعة من الهدايا بقيمة تسعة آلاف دينار جزائري لدينا أولاً أحسب المبلغ الذي صرفه الأب كم صرف الأب لدينا أولاً التنقل التنقل صرف كمية أبطال لدينا تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون لدينا ثانياً المبيت لدينا ستة عشر ألف واربعمائة الأكل والشرب لدينا سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وعشرون ولدينا اشترى أيضاً هدايا بقيمة كم لدينا تسعة آلاف دينار جزائري إذن هذا ككل ما صرفه الأب مطلوب مني كم؟ ماذا سنضع؟ نضع عملية جامع أم طرح أم ضرب؟ إذن نضع عملية جامع إذن نجمع تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون زائد ستة عشر ألف واربعمائة زائد سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسمائة وعشرون زائد تسعة آلاف إذن نجد المبلغ الذي صرفه الأب دائماً إذا كان عندي وضعية إدماجية لدينا أولاً هنا سؤال أو هنا طلب مني القيم بعملية ما أو إيجاد عدد ما نجيب أولاً عن ما هو مطلوب مني ثم نكمل مع الجزء الثاني إذن نضع الآن عملية الجامع فنجد ما صرفه الأب لدينا اثنان وستون آلف وستمائة وسبعون دينار جزائري دائماً ترطيب الأرقام مهم جداً يا أبطال الوحادات العشرات مع بعض المئاز الألاف ولدينا عشرات الألاف إذن نجمع لدينا هنا الجامع بالاحتباط نضع عملية الجامع عمودياً وهنا نضع عملية الجامع أفوقياً ثم نجيب عن ما هو مطلوب مني إذن نكمل مع الجزء الثاني الآن لدينا إذا علمت أن الأب كان معه مبلغ سبعون ألف دينار جزائري أحسب المبلغ المتبقي معه يعني من هذا المبلغ صرف كم؟ صرف 62 ألف وستمائة وسبعون يعني من هذا المبلغ أخذ 62 ألف وستمائة وسبعون دينار جزائري المبلغ المتبقي له ماذا سنضع هنا؟ عملية جمعاً طرح لدينا المتبقي إذن أضع عملية طرح أطرح ماذا من ماذا؟ المبلغ الذي كان مع الأب أولاً ناقص ما صرفه الأب نجد المبلغ المتبقي إذن ونضع عملية الطرح هكذا إذن لدينا المبلغ المتبقي مع الأب وهو 7330 دينار جزائري لدينا الآن ثالثاً هل يكفيه المبلغ لدفع فاتورة الكهرباء بتسعة آلاف دينار جزائري؟ مطلوب مني هنا أعلل جوابك هنا بقي مع الأب مبلغ كم؟ لدينا 7330 دينار جزائري ولدينا هنا فاتورة الكهرباء بكم؟ لدينا 9000 دينار جزائري هل يكفيه المبلغ؟ هذا المبلغ المتبقي مع الأب؟ نعم أم لا يا أبطال؟ نلاحظ هذا العدد هل هو أكبر أو أصغر من هذا العدد؟ 7330 أصغر؟ إذن لدينا المبلغ المتبقي مع الأب هنا أصغر أو أقل من ثمن الفاتورة ثمن فاتورة الكهرباء الآن هل يكفيه المبلغ لدفع فاتورة الكهرباء؟ لا لأن لدينا 7330 دينار جزائري نقول أقل من 9000 دينار جزائري إذن هذه كانت حصة اليوم دمتم السالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته